وجدتم في الفيديو السابق معادلة خط الإنحدار لنقاط البيانات هذه المعينة على المستوى الإحداثي. المطلوب منكم في هذا الدرس هو إيجاد قيمة معامل التحديد ويرمز له بـ R تربيع لهذه النقاط لتحديد مدى ملاءمة خط الإنحدار لنقاط البيانات. وإيجاد نسبة تباين قيم Y التي يفسرها التباين في قيم X. بإمكانكم الاستعانة ببرنامج Excel للقيام بذلك. اختاروا عدداً من الأعمدة. العامود الأول X، العامود الثاني Y، العامود الثالث Y نجمة. والقيم في هذا العامود تشير إلى قيم Y التي يتوقعها خط الإنحدار بناءً على قيم X. أما بالنسبة للعامود الرابع، فيمثل مربع خطأ خط الإنحدار. وهذا العامود يمثل مربع المسافة بين قيمة Y والمتوسط الحسابي لقيام Y. في البداية، ضعوا إحداثيات نقاط البيانات في العامودين X و Y. النقطة الأولى سالب 2، فاصلة سالب 3. إحداثيات النقطة الثانية هي سالب 1، فاصلة سالب 1. النقطة الثالثة 1، فاصلة 2. أما النقطة الرابعة والأخيرة، فإحداثياتها 4، فاصلة 3. فكروا الآن في قيم Y التي يتوقعها خط الإنحدار بناءً على قيمة X وباستخدام معادلة خط الإنحدار. وهي Y يساوي M أي الميل ضرب X زائد نقطة التقاطع مع المحور الرأسي Y ويرمز لها بالحرف B. فمثلاً، عندما تكون قيمة X سالب 2، فإن قيمة Y على خط الإنحدار تساوي 41 تقسيم 42. وهي قيمة الميل التي أوجدناها في الفيديو السابق، ضرب قيمة X. حددوا بالمؤشر الخلية التي تحتوي على قيمة X المطلوبة، وهي D2 ناقص 5 تقسيم 21. وهي قيمة B التي أوجدتموها في الفيديو السابق. ويساوي سالب 2.19. هذه القيمة هي قيمة Y التي يتوقعها خط الإنحدار عند هذه النقطة. ولإيجاد قيمة مربع الخطأ لهذه النقطة، عليكم إيجاد الفرق بين قيمة Y الفعلية، والتي تساوي سالب 3، وبين قيمة Y التي توقعها خط الإنحدار وتساوي سالب 2.19. وللقيام بذلك أكتبوا هنا E2، وهي الخلية التي تحتوي على قيمة Y الفعلية، ناقص قيمة Y المتوقع على خط الإنحدار تربية. الخطوة التالية التي عليكم القيام بها هي حساب مربع المسافة بين قيمة Y لكل نقطة من نقاط البيانات والمتوسط الحسابي لقيم Y. وقد قمتم بحساب المتوسط الحسابي لقيم Y في الفيديو السابق، ويساوي 1 على 4، أي 0.25. إذن، القيمة الفعلية لY ناقص 0.25 تربية. حددوا الصف الأول واسحبوا السهمة للأسفل لتحديد الخانات الفارغة، فيتم تطبيق جميع هذه الصياغ على نقاط البيانات الأخرى دون الحاجة لتكرار الخطوات. فمثلاً، انظروا إلى الصف رقم 3، لاحظوا أن الناتج في هذه الخلية يعتمد على قيمة المتغير X لنقطة البيانات التي إحداثياتها سالب 1.1.1. وناتج مربع المسافة بين النقطة وخط الإنحدار هنا يعتمد على قيمة Y المتوقعة على خط الإنحدار لنقطة البيانات هذه. كما أن هذه القيمة تشير إلى مربع المسافة بين قيمة Y هذه وبين المتوسط الحسابي لقيم Y. جدوا مجموعة مربع الأخطاء لخط الإنحدار ويساوي 2.74. جدوا الآن مجموعة مربع المسافة بين قيم Y والمتوسط الحسابي لقيم Y. ويساوي 22.75. مجموعة مربع الأخطاء بين نقاط البيانات وخط الإنحدار ونرمز له هنا بSEL يساوي 2.74 تقريباً. تمثل هذه القيمة مجموعة مربع المسافة الرأسية التي تبعدها كل نقطة من نقاط البيانات عن خط الإنحدار. ولديكم أيضاً مجموعة مربع المسافة بين Y والمتوسط الحسابي لقيم Y ويرمز لها بهذا الرمز ويساوي 22.75. المتوسط الحسابي لقيم Y يساوي 1 على 4 ويقع هنا تقريباً. ارسموا خطاً أفقياً هنا يشير إلى المتوسط الحسابي لقيم Y. والذي يطلق عليه أيضاً اسم النزعة المركزية لقيم Y. لاحظوا أن هذه القيم تشير إلى الأخطاء التي لا يفسرها خط الإنحدار. أما هذه القيمة فتشير إلى المجموع الكلي لتباين القيم Y عن المتوسط الحسابي لقيم Y. ولإيجاد النسبة المئوية للأخطاء أو التباين الذي لا يفسره خط الإنحدار من المجموع الكلي للتباين، عليكم تقسيم هذا العدد على هذا العدد. إذن 2.74 تقسيم 22.75 وهي النسبة المئوية من مجموع تباين قيم Y التي لا يفسرها التباين في قيم X. بإمكانكم الرجوع لبرنامج إكسل لإيجاد ناتج القسمة. اقسموا هذه الخلية على هذه الخلية، فتحصلون على 0.12. هذا يعني أن 12% من مجموع تباين قيم Y لا يفسرها التباين في قيم X. ولإيجاد المقدار الذي يفسره تباين قيم X، عليكم طرح 12% من 1. قيمة معامل التحديد R تربيع وهي النسبة التي يفسرها المتغير X من التباين الكلي تساوي 1 ناقص 0.12 ويساوي 0.88 وهي قيمة قريبة جداً من العدد 1. فالحد الأعلى لمعادل التحديد R تربيع يساوي 1. إذن 88% من مجموع تباين قيم Y يفسرها تباين قيم المتغير X. وبإمكانكم التأكد من منطقية هذه النسبة المئوية من خلال خط الانحدار. وهو كما ترون مناسب لتوزيع نقاط البيانات على المستوى الإحداثي. فالمسافة بين جميع النقاط وخط الانحدار أقل بكثير من المسافة بينها وبين خط المتوسط الحسابي لقيم Y. ترجمة نانسي قنقر